مشاهدينا مشاهدي قناة النهار مساء الياسمين واهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ونقول كمان نهار ده حلقة خاصة جدا 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 خاصة لاننا بنودع بيها الموسم الاول من برنامجنا ونقول كمان وبنستقبل بيها شهر الرمضان نكملين مع حضراتكم الجزء الثاني من حلقتنا اللي فاتت في استعادة أجمل ذكريات رمضان زمان خليكم معينا بعد الفاصل وفقرات متنوعة عن رمضان زمان رمضان يعني الفوزير والفوزير يعني فهمي عبد الحميد معايا ومعاكم ضيفي النهار ده المخرج الفنان واقل فهمي عبد الحميد أهلا وسهلا أهلا بيها أنا مندهشة جدا من الشبه يعني حضرتك وراثة الملامح والمهنة أيضا المهنة طبعا أنت اخترتها تأثرا بالوالد آه طبعا كنت بتروح معاتي تفرج على الفوزير وهي بتصنع آه من بداية كل حاجة كنت بابقى موجود معا آه بداية كل حاجة دي يعني إيه؟ من بداية الفكرة اللي هي اللي هي هنعمل إيه السنة الجاية؟ آه فكان تمالي كان الأستاذ عبد السلام أمين يعني يعني عبال موعيت على الفوزير واشتغلت كان الأستاذ عبد السلام أمين هو اللي كان بيكتب والأستاذ يصفعوف كان تنلي لا كان فطوطة آه بس قبل فطوطة كان نلي كان تنلي بس أنا ما كنت شوعة على المنطق يعني يا دوبك عرستي والخطبة كنت صغير ولا أنا يعني كنت صغير ما كنتش بيشتغل آه لكن مع فطوطة كنت بدأت أدخل معاها السينما فبدأت إن أنا عاوز أتعلم آه وبعدين بقى اشتغلت في وزير فنان شريهان والباقي كله أستاذ واقل الفوزير بالنسبة لكل أبناء جيلي يعني عالم مدهش زي أليس في بلاد العجائب كده فأنا يعني عايزة أعرف منك التفاصيل إزاي كانت بتصنع الفوزير دي خصوصا أن أنت اقتربته ودخلت جوه المصنع يعني إزاي كان بيتم التحضير ليها آه التحضير للفوزير ما كانتش الفكرة بتبقى موجودة أو يقوله فكرة فتتعمل آه لأ أنا حضرت إن المستدر عبدالسلام أمين مثلا كان يكتب فكرة آه ويكتب منها حلقتين آه ويبدأ يقراها كان تمالي يجي المكتب عند بابا ويقعد يقرأ ويقرأوا الاتنين سوا ويروح الأستاذ عبدالسلام يرجع بفكرة تانية بعد ما يكتب حلقات فكانوا يعودوا مع بعض يعني والأستاذ حسن عفيفي الله يرحمه كان معاهم لحد ما يستقروا على فكرة حد ما يستقروا على فكرة وفي حاجة مهمة جدا طبعا أستاذ حسن عفيفي لمن لا يعرفه هو مصمم الرقصات آه محدش ما يعرفه يعني كل الناس طبعا لأنك الإسمه بينزل على تيتر طبعا بيبقى لبس كسكات كده وكمان هو كان مميز إنه كان ليه شط في التيتر دايما مع بطل الفوزير صحيح صحيح كانت الفكرة مش سهلة إنها تتولد في أسبوع ولا أسبوعين لا ممكن شهر وممكن شهرين يعودوا يحضروا ليها بالشهر من بعد العيد الصغير يبدأ تجهيز فوزير الجديدة استنى بتاعت اللي بعدها آه وكان دايما يتقال فاهم عبد الحميد هيجيب مين السنة دي بس أنا يعني عارفة إن نيلي كذا سنة بعدين أظن فطوطة وبعدين شريهان وبعدين نيلي رجعت بعلم ورق بعدين بعد الفنانة شريهان كان فيه صابرين آه صابرين ورحمها بعدين متحد صالح آه هالة فؤاد آه وبعدين متحد صالح والشيرين رضا ودي كانت الآخر فوزير عملها يعني في الآخر كانوا بيتسألوا مين اللي هيجي لك كان في البدايات أظن كان معروف إن نيلي شريهان قعدت سنين ثلاث سنين بس طب كيف تم اختيار شريهان؟ هو بابا اللي يرحمه كانت تفرج على الفنانة شريهان في مصرحية أنت حر كانت مع الأستاذ محمد صبحي في مصرح النهار وانا فاكر إن أنا حضرت معه العرض ده واتفرج عليها وخرج من المصرحية شاف استعرضات ليها وحاجات كان كان بعد فوزير فطوطة على طول وفي التوقيت ده بعد ما عمل فطوطة ثلاث سنين بدأ يفكر إن هو مش عاوز يكرر فطوطة تاني عشان الناس ما تزهقش من التكرار فبدأ عاوز يفكر يغير دم الفوزير أنا حرجع شوية الورا وأسألك فطوطة فكرته جات إزاي لأن هي كانت مبتكرة جدا في الوقت ده يعني فكرة فطوطة في حد ذاتها كانت فكرة مبتكرة جدا إنه يبقى سمير غانم يعني منين جات لهم فكرة إن سمير غانم يقزم ويلبس بادلة خضرة وجزمة كبيرة مين صاحب الفكرة؟ هو بابا اللي يرحمه واخدها مني هو ده اللي تقل لإني برضو كنت صغير قوي أحكلنا أنا كنت صغير بيقولي كان يجي من الشغل يفتح الباب يلاقيين يلابس لبسه ووقف مستخبي وراء الباب ففضل الموضوع ده في دماغه فأول ما جات الفوزير بيعمله قاعد مع الأستاذ عبد الرحمن شاوق الأستاذ سمير غانم إن هما هيعملوا شخصية كان اسمها ابن بطوطة في الأول فقال لا عشان ما تبقاش زي البحارة ويحصل فيه لبس ما بين الناس طيب نعمله إزاي علشان يبقى فيه شخصية مع صمورة يعمل الفوزير فبدأ يفكر إنه هو يخلي شخص صغير شخص صغير ده هو كبير ويدعي إنه بيفهم كل حاجة وهو اللي بيحرك صمورة فبدأ له أستاذ عبد الرحمن شاوقي يكتب وبدأ باب الله يرحمه يرسم لو رجعتي حضرتك للفوزير أول ثلاث حلقات هتلاقي فطوطة كان لبس بدلة سودة مش خضرة لا أنا ما شفتش البدلة سودة لا عشان أنت يعني كانوا أول ثلاث حلقات في أول فوزير عملها فطوطة بس مسمعناش عنها خالص لأنها اختفت بعد كده هو عملها سودة في الأول ونزل للشارع مع الناس فلقى واحد رح قايل كلمة قال له بس يا حج الوادي الصغير اللي عاملينه ده كئيب أو يلبس اسود كده شكله وحش فكان اللي عامل الأزياء في التوقيت ده مادام كريمة سعد جري بابا على تلفزيون جري الله تعاليني أنا أسفة أن أنا هقطعك أسفة جدا يعني بس بمناسبة الأزياء لأنه أنا كل البنات من جيلي كنا بنقعد نترقب شريهان هتلبس إيه النهاردة هل دي كانت تصميمات خاصة بشريهان ولا دي كانت فساتينها الخاصة؟ لا التتر كان بيبقى بعض الفساتين هي اللي جايبها لكن كل الحلقات الداخلية في الفوزير وبعض الفساتين من التترات البداية والنهاية كانت تصميم مادام كريمة سعد في التلفزيون تمام نرجع تاني للفطوطة وأسفة على المقاطع لا لا فقال له للشخصية لبسة كئيبة ليه شكلها كده فراح لي مادام كريمة اللي هتعالي بسرعة غيرين اللبس ده خالص عملته أخضر وعاد حلقتين ثلاثة احنا كنا الفوزير كنا مش يعني بلغات نحنا بتوع الميديا بنقول على الهوى لكن هي مش على الهوى اللي نحنا كنا بنصور يوم بيومه يعني ممكن نسجل نبقى الحلقة هتتزاع بعد الفطار نكون احنا لحد الساعة خمسة المغرب لسه في آخر شط بس بتصور للحلقة اللي هتوزعتين يوم اه انا فاكر ان كانت زمان الشرايط كان الوان انش شريط مدور قد كده فعلشان الشريط ده يلف على المكنة ويرجع كنا بنبقى على اعصابنا ما نلحقش نرجع والموزيعة تزيع ان احنا على الهوى والشرايط على المكنة بترجع عشان تيجي من الاول فكانت اعصاب ما حدش استحملها ومرة الشرايط دي كان السيدة محمد عبدالنبي مخرج تلفزيوني كبير كان مساعد لبابا الله ارحمه فكان طلع مرة واحنا بنجري علشان نلحق نحط شريط على الهوى بنطلع سلالم ما بين استوديو اتنين اللي بيتم فيه الفوزير وما بين استوديو الهوى اللي بيبس بنطلع سلالم بنجري والشريط ده تفر منه وبقينا يعني نلم من على الارض ونجري واللي يلحق يشيل يشيل طيب ليه ما كيتش بتتصور بادري الكلام ده تسأل كتير وتسأل لبابا بالاخص هو كان بياخد وقت طويل جدا في التفكير في التجهيز اه التفكير للتجهيز للفوزير لكن التصوير ما كانش بياخد مدة التجهيز ابدا تصوير احنا كنا نصور حلقة في يوم يعني احنا ممكن في شهر شهر ونص نكون مصورين التترات بالحلقات لكن تجهيز الحلقة الملابس ديكور المزيكة الأغاني استعرضات الفكرة كل ده هو ده اللي كان بياخد وقت لكن التنفيذ ما كانش بياخد هاي ما هو الابداع فكرة الابداع فكرة اكتر منه تنفيذ يعني هي الفكرة هو فعلا كانت انا بشبهها بالحاجة الهند ميد بتاخد وقت وغالية يعني فكرة فطوطة هي مش 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 ابتكرها في تنفيذها لأن تنفيذها سهل لا ابتكرها بالفكرة نفسها بالفكرة نفسها ازاي جيلي فكرة ان انا اعمل الكراكتر ده واعتقد ان ساعد بابا ان هو اصلا خارج فنون جميلة فرسام فكان بيرسم زميل اه زميل بالنسباتي اه انا فلون جميلة فكان رسام فكان بيرسم الكراكترات باديه اه انا كنت في طفولتي منبهرة بحاجة تانية في الفوزير وهي الخدع اللي بتتعامل لان في الوقت ده الخدع ما كانتش متطورة ما كانش فيه جرافيكس فاتذكر مثلا ان كان فيه مشهد شريهان لابسة فيه برقع وفيه ناس بيطلعوا على الشبك بتاعه ده كان بتتعامل ازاي انا حاضر ده وكنت مساعد في السنة دي احنا كنا بنجيه على الكرومة ونعمل احبال الحبل الخيط الاحبال التخينة اللي هي بتاعت الشبك ديت وبتتعمل على الكرومة وكنا نبعيدها بعيدة عن الكرومة عشان لو تحط الدايركت عن الكرومة بتعمل شادو بتعمل ضل على الحيطة نفسها فبالتالي ما يتفرغش فنبدأ نبعيدها مجهود كبير جدا مجهود مفيش احنا الكرومة دلوقتي علشان تتنور ممكن بلمبة تتنور احنا كنا ننور للستوديو كله وتبقى جهنم والتكيف شغال وتبقى نار علشان الكرومة دي تفصل هند ميد زي ما حضرتك قولت ويطلعوا هما على الحبل ويبدأ يزبط الكادر الحبل ده يركب على البرقه بتاع اللي على وشها فيبين كأنهم طلعين على وشها طب فوزير نيلي كانت نجحة جدا 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 ليه اتعملت خطوطة؟ يعني ليه نيلي ما استمرتش؟ هل من باب التغيير مثلا؟ هو من باب التغيير وفي نفس الوقت الفنانة نيلي كانت محتاجة ان هي لانها استمرت سبع سنين اه فقالت انا سبع سنين كتير ادوني فرصة عامل سينما فكانت عاوزة تعمل سينما ومعندهاش وقت لان زي ما قلت لحضراتك كان بعد العيد يتم التجهيز لرمدان اللي بعد ما عندهاش وقت فبدأ يفكر قال انا لو يعني لو كان جت الفنانة شيريهان بعد نيلي كان هيبقى فيه مقارنة جامدة جدا فحب يفصل بالفنان سامير غاني يعني هو كان ناوي يجيب شيريهان؟ لا مش ناوي هو برضه اكيد جات فرصة بس محطش في دماغه ان يجيب اي فنانة بعد فنانة عشان المقارنة عشان المقارنة ما تبقاش ظالمة للدي وللدي فكان بعد خالص حتى عملها كان فيها كوميديا كان فيها ده فنانة نيلي ما كانش فيها ده كان فيها استعراض كان فيها اغاني كان فيها معلومات بس المقارنة دي زعلت حد؟ فيما بعد يعني انه اصل نيلي وشيريهان يعني كان دايما بيبقى فيه مقارنة هل زعلت طرف من الثاني؟ اشك لأنه هما اللي اتنين لحد الوقت لما تذكر الفوزير يقول لك نيلي وشيريهان نيلي وشيريهان وفطوطة لا وانا فاكرة كمان ان انا شفت لقاء لنيلي بتتمنى فيه اشفاء لشيريهان وبتقولها شيريه حبيبتي واتمنى تيجي اشوفك تاني في الفوزير كتعلاقة لطيفة جدا طبعا هو كتعلاقته اقرب بينه هي مش علاقة يعني مش رد دبلوماسي لان هو كان بيحب كل شغل يعمله يعني الفنانة نيلي لها طعم خاص فطوطة طعم تاني شيريهان طعم تالت بس هو اعتبر ان نجاحه الاكبر كان معامل هو كان بيحب فوزير حول العالم وبيعشق الف ليلة وليلة ولكن بدايات اي نجاح كانت نيلي الفكرة كل الافكار وكل التجارب وكل الشغل كان مع الفنانة نيلي لدرجة ان هي كانت بتقولي ان احنا كنا بنعرف بعض بالنظرة يعني نبص البعض خلاص يعني كانوا متفقين الناس بتتفق على النجاح ضد يعني اي حاجة تقف قدامهم يكسروها كل ما هو تقليدي مش عاوزينه طب شيرين ريدا كيف تم ترشيح شيرين ريدا للفوزير يعني شيرين ريدا كانت فتاة اعلانات ما كانتش اظن حتى بتمثل ازاي يعني خطر في بينه شيرين ريدا تبقى بطلة فوزير هو كانت وقتها بتعمل اعلانات وكانت مصر كلها بتتكلم عليها وكانت مصر كلها حباها ومازالت اه يعني وقتها كانت محبوبة جدا يعني هي موجودة طبعا فنانة كبيرة تلوقتي ولها اعمالها الدرامية لكن وقتها كانت لسه في بداياتها فكانت بداياتها اعلانات وكانت الناس بتحب تشوفها اول ما تطلع على الشاشة تحب الاعلان وتحب تشوفها فيقوله البنت الامورة حبينها جدا فهو بدأ يقول طيب اجيب الشيرين حتى في وقتها لما حب يجيب حد يعمل استرادات جاب الستاذ محمود ريدا هو اللي عمل استرادات الفوزير وقتها قال يعمل استرادات الفوزير بتاعت شيرين ريدا مع ان الستاذ حسن عفيفي كان بيظهر اظن معاها في التيتغر بتاع المقدمة اه يعني زي الستاذ حسن عفيفي كان بيطلع برضو في شوت مع كل نجمة مع كل نجمة في شوت صحيح اخر سؤال حد ريداك ما فكرتش ابدا تعمل الفوزير لا والله انا مركز في الدراما وما حبيتش ان انا اتحطت في اي مكرنة وفي نفس الوقت هي الفوزير كان لها وقتها واعتقد دلوقتي بقت يعني حتى لما بتتعمل ملهاش طعم زمان الفوزير كان لها طعم وليها جمهورها صحيح وليها وقتها وليها الفنانينها وليها مخرجينها وليها كل حاجة يعني حاجة محدش يقرب منها يعني ده اعتقادي يعني الشاطر ما يجيش جنب حاجة نكحة طب من وجهة نظرك مين ممكن يعمل الفوزير النهاردة نا ما عرفش دنيا سامير غانم عملت الفوزير بس بشكل تاني بسمهاش فوزير يعني عملت ستايل حلو زي الفوزير بس اللي هو يشبه الفوزير يشبه الفوزير وبعيد عن الفوزير بس حاجة ممتعة برضو كانت زي الفوزير يعني عاملة شكل استعراضي حل لكن شريهان وانيلي مش هتكرره ما اعتقدش لا خالص انا كمان موافقك انه شريهان وانيلي معجزتين مش هتكرر دي حقيق الفنان الكبير واقل فهمي عبد الحميد ابن الفنان الكبير فهمي عبد الحميد نورتنا شرفتنا حسنا سعداء جدا جدا بيك وقلنا حنستعيد ذكريات رمضان وما فيش يعني ذكريات اجمل من ذكريات فوزير فهمي عبد الحميد شكرا الف شكرا مشاهدينا خليكم معانا فقرة جاية ومكملين معاك ومع ذكريات رمضان زمان شكرا